اشتركوا في القناة عراقية وعربية من مختلف دول العالم ويقتبس المهرجان الشعري عنوانه من سوق المربد وهو اشبه بسوق عقاظ قبل الاسلام وتحول خلال العصر الاموي الى منتقى للشعر والادباء الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية وكانت فعالية المهرجان تقام في العاصمة بغداد لكن وبدء من العام 2003 نقل المهرجان الى البصرة انتقل الى خبرنا الثاني غادر وفد المنتخب العراقي للفئات العمرية للتنس المشاركة في بطولة ديفس كوب الدولية بنين وبنات والتي ستقام في سريلانكا الشهر الحالي بمشاركة 23 دولة وقال الرئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العقالي ان اربع فئات سيمثلون تنس العراق في البطولة الدولية المقبلة ولكلا الجنسين مؤكدا ان لاعبيننا ولاعباتنا اصبحوا على اتم الاستعدادات قبل انطلاق البطولة سيما بعد تدريبات مكثفة او قيمة لهم استعدادات للبطولة الدولية المقبلة تقليل اخبرنا الثالث من المؤمل ان تبدأ العاصمة بغداد بالمرحلة الاولى من تحويل النفايات الى كهرباء باستخدام ربع النفايات المتولدة يوميا في العاصمة في مشروع طال الحديث فيه كثيرا دون ان يرى النور بعد عظم المبادرة الوطنية لدعم الطاقات وتقليل الانبعاثات رحيم الجعفري كشف في تصريحات عن ان امانة بغداد تعمل على انشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بحرق النفايات بشكل علمي ومن الجيل الرابع الاكثر تطورا مؤكد ان الشركات تقدمت للفرصة الاستثمارية التي اعلننا عنها وخلال الايام المقبلة ستحال الى احد الشركات لاخذ دورها في الانتاج اما خبرنا الاخير خمسة وخمسون الف شجرة منغروف وضعت جنوب البصرة لتأهيلها ونقلها الى سواحل المدينة لانعاش الثروة السمكية اضافة الى استقرار الشواطئ وابطاء تعريتها وتقليل نسبة كبيرة من الانبعاثات الكاربونية التي تملأ اجواء المحافظة يقول ايمن الرباعي باحث في مركز علوم البحار بجامعة البصرة بوجود النباتات تكون قاعدة الهرم في السلسلة الغذائية وسيطور الثروة السمكية ويزيد من اعدادها وهذا سينعكس ايجابا على الحالة الاقتصادية للسكان المحلين مشاهدين هذي كانت ابرز اخبارنا لهذا اليوم شكرا لكم اشتركوا في القناة